موسيقى نعم التامعة كيرا النوعش كتير مزعج يعني ازعج البنت سواء كانت في الجامعة بالشارع مزعج بداية يعني مش قادر اتحق انا بدي اتجوز والله العظيم انا لازم اتجوز يعني مش منطق اللي بس يصدقني يعني شباب يعني فيه بنات بداية قمت المعاكسات اوكي هس انت لما تكوني لابسي ومحتشمي حدا بعلق عليكي اكيد لا مزبوط بسر هاد الاشي عشان طويلة لبس البنات او عشان هو شو المشتران موجود فيه ولكن بالنسبة الي هي عبارة عن انه هو بس بعاني من كبت بيعاني من قلة تثقه بالنفس وما حدا وقفه فاكبر اكبر سبب انه ما حدا وقفه بالنسبة الي انه الناس بتسكف عادي بيصير الناس بيحترموه انه اذا مثلا نعاكس بنت قدام شاب تاني ما حدا يش بقول له وقف فهذا الاشي كتير مزعج وكتير سيئ ومن الاشياء اللي بتخلي مشتماعنا يمشي لوره بدلا ما يتقدر لقدام مغازلة حلوة المعاكسة غير وفيش جامعة بتخلي غير من المعاكسة ومغازلة وغصبنا عنها بدلا عاكسها دليل انه ما في تربية يعني يعني في عندهم زي كبت زي نوع كبت اجتماعي او عاطفي او اي نوع ويهي اللي التربائي اللي تفهم ما عنده هدف بالحياة انه بس قاعد عم بلطش بالبنات اشي خصة عادي يعني فيه كتير اشياء عفكرة يلعن اوه يلعن قلبي ايش خصة يعني اشو خصة استغرطت منه يعني ايش يعني ايش خصة يعني ايش المغزب بالموضوع يعني ايش الاشي الحلو بيخصة يعني اوه الشباب للبنات اوعة شو هاللبسة حلوة ايش البوت ايش عسل اه وخش علي يعني اه ويسعد الاسود يا ملاكي اذا انت جاجي انا كاكي يعني انس اه وشوفتك هزة ارضية يعني انت بتشوفش بات اه قال وانا شايف اولادي بعيونك هاي جديدة والله لا اغربهم انه بيكون كتير سرسل يعني بيقرف الله عطيكي كل اشي الا رأمي كأنه رأم ونعمي يعني تبسير تابعة تشير سوائل بنت حلوة مش حلوة شايفها مش شايفها اي واحدة مارقة بديو يلطشها يعني حتى بلطشه اللي بيكون معها ولادها ومتجاوزة وعادي بس المهم يزت كن حسن هك برتاح ضميولة مرتاح ميالك اذا مرتاح بعد اللي عملتو يترك الجراح